أهلا بحضراتي قلاص فترة التوقف الدولية الخاصة بشهر مارس بدأت النهاردة الخميس ومع بداية فترة التوقف الدولية كان فيه أكتر من نجم اعتذروا عن الانضمام لمنتخباتهم بس خلينا في البداية نبص نشوف مباريات التوقف الدولي أو أهم مباريات المنتخبات اللي بتقام في الفترة دي اللي عارفين طبعا بيكون كل الدوريات في العالم متوقفة بما فيهم طبعا دورينا الدوري المصري الممتاز في البداية نشوف أهم مباريات فترة التوقف الدولية البداية النهاردة مع منتخب البرتغال اللي هلاعب السويد وديا وبكرة إن شاء الله هتكون مباراة مصر مع نيوزيلندا في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر اللي هتنطلق من استاد مصر الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة إن شاء الله تكون مباراة مهمة لمنتخبنا اللي هيبدأ لأول مرة مع العميد حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخبنا الوطني تاني يوم هيكون فيه مباراة كرواتيا وتونس فيه نفس البطولة بطولة كأس مصر أو بطولة كأس عاصمة مصر البطولة اللي اعتمدها الفيفا ضمن سلسلة فيفا الجديدة دي مجموعة من المباريات الودية اللي بتتلعب في دولة معينة وبيكون فيها أكتر من فريق من أكتر من اتحاد كاري دي سلسلة جديدة الفيفا بيجربها عشان يقدر يجمع أكبر قدر من المنتخبات تلعب مباريات مع مدارس كروية مختلفة يوم الجمعة برضو هيكون موجود نيجيريا مع غانا والسبت إنجلترا مع البرازيل وفرنسا مع ألمانيا مباريات دولية ودية مهمة جدا يوم الثلاث بقى ان شاء الله هيكون فيه نهاية كاس عاصمة مصر اللي هيتلعب برضو فيه استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة وفي نفس التوقيت هيكون هنا في استاد القاهرة مبارات المركز التالت اللي هيتجمع بين الخاسر بين أول مباراتين مصر مع نيوزيلندا وكرواتيا مع تونس تلات برضو هيكون منتخب إنجلترا مع بلجيكا وألمانيا مع هولندا ومسك الختام منتخب أسبانيا مع البرازيل تجربة هتكون مهمة جدا بتتلعب في العاصمة الإنجليزية لندن لكن قبل ما نشوف المباريات دي خلينا أقول له حضراتكم إن فيه أكتر من نجم اعتذروا عن الانضمام لمنتخباتهم وعلى رأسهم طبعا نجمنا محمد صلاح قائد المنتخب الوطني اللي لسه راجع من إصابة طويلة جدا كان تعرض لها في كاس الأمم الأفريقية الأخيرة الراجل آه ابتدى شغله ونزل مباريات مع ليفربول لكن الكابتن إبراهيم حسن مدير منتخبنا الوطني أعلن إن محمد صلاح طلب من الجهاز الفني عدم الانضمام لمعسكر مارس لأنه لسه مجهزش بالشكل الكافي رغم إنه لعب مباريات مع ليفربول وأكد الكلام الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة لما قال إن محمد صلاح هو اللي طلب عدم الانضمام لمنتخبنا في المعسكر الجاري عارفين طبعا إن منتخبنا هيلعب مع نيوزيلندا يوم الجمعة وإن شاء الله يوم الثلاث مبارات النهائي أو الثالث والرابع على حسب نتيجة مبارات نيوزيلندا اللاعب الثاني اللي رفض الانضمام لمنتخب بلاده هو رياض محرز رياض محرز طبعا عارفينه نجم أهل جدة السعودي ونجم المنتخب الجزائري رياض محرز في الفترة اللي فاتت كان بيتعرض لانتقاضات لازعة من الجماهير الجزائرية خاصة بعد الخروج من كاس الأمم الأفريقية من مرحلة المجموعات للمرة التانية على التواني منتخب الجزائر المتوج بأمم أفريقيا في 2019 خرج في النسخة اللي بعدها على طول في الكاميرون من مرحلة المجموعات وفي النسخة التانية كمان اللي اقيمت فيه كود ديفور من مرحلة المجموعات عشان كده كان فيه هجوم قوي جدا على قائد الخضر رياض محرز طبعا واحد من أهم نجوم الكرة في العالم الجماهير كانت بتنتقده عشان مش بيقدي بأحسن شكل سواء لما كان مع ليستر سيتي أو مع منشستر سيتي أو حتى أداءه مع أهل جدة السعودي الحالي الجماهير شايفة إن رياض مش بيقدي بشكل جيد عشان كده رياض قرر الاعتذار عن معسكر مارس وقال لإدارة اتحاد الكرة في الجزائر والمدير الفني الجديد إن هو عايز راح عشان يفكر في مستقبله الدولي اللاعب اللي سنه تخطى التلاتين عاما شكله بيفكر في الاعتزال الدولي وده اللي قبلغ به مسؤولي اتحاد الكرة في بلاده والمدير الفني وعشان كده مش هيكون متواجد في معسكر مارس الخاص بمنتخب الجزائر تمان على نفس خطاع حنبعل المجبري نجم منتخب تونس اعتذر عن الانضمام لمنتخب نصور كرتاج المتواجد حاليا في القاهرة للمشاركة في بطولة كاس عاصمة مصر حنبعل عارفين طبعا نجم تونسي شاب لاعب منشستر يونيتد هو حاليا في فترة اعارة مع فريق شبيلية الأسباني الراجل كلم مسؤولي اتحاد الكرة في تونس والمدير الفني للفريق وقال لهم اعذروني انا مش هقدر انضم لمعسكر تونس الجاري عشان محتاج اركز مع فريقي اللي منتقل ليه على سبيل الاعارة والراجل معنى كلامه انه بنسبة كبيرة ممكن مايرجعش المانشستر يونيتد بعد انتهاء الاعارة ويكون فيه تفكير من ادارة اشبيلية ان هنبعل يكون ليه عقد دايم مع الفريق بعد نهاية فترة الاعارة عشان كده رفض الانضمام لمنتخب تونس اللي بيلعب في القاهرة خلال شهر مارس اللاعب كمان معانا عمر السومة عارفين طبعا عمر السومة نجم منتخب سوريا لكن عمر السومة نجم منتخب سوريا والعربي القطري حكايته مختلفة عن اللي سبقوه عمر السومة المفروض هكتور كوبر مهير الفني المنتخب سوريا استبعده من قايمة المنتخب اللي شاركت في كاس اسيا الاخيرة اللي اتلعبت في قطر في شهر يناير اللي فات والراجل بعد ما تم استبعاده من قايمة المنتخب شن هجوم عنيف جدا على الجهاز الفني وعلى مسؤولي الكرة السورية لكن بعدها كمان اعلن اعتزاله اللعب الدولي عمر السومة قبل معسكر مارس قال في تصريحات ان هو كان بيعتذر عن الكلام اللي قاله وبيعتذر عن هجومه على مسؤولي اتحاد الكرة وعلى الجهاز الفني بقيادة هكتور كوبر وقال انا خلاص اصبحت متاح واسف على اللي حصل ومستعد للعودة لمنتخب سوريا مرة تانية لكن كوبر رفض كوبر قال له لا انت هجمتنا وانت اصلا خارج حساباتنا فمش هتكون موجود معانا وبالفعل هكتور كوبر بيعلن قايمة شهر مارس بدون عمر السومة واحد من اهم نجوم منتخب سوريا عبر تاريخه لكن خلاص راجل خارج معسكر المنتخب السوري اللي بيلعب تصفيات كاس العالم بدون نجمه وهدفه دي كانت نظرة سريعة على معظم النجوم او اهم نجوم القرى العالمية اللي اعتذروا عن الانضمام لمعسكر منتخبات بلادهم في شهر مارس كمان معهم كريستيانو رونالدو لكن كريستيانو حالته مختلف بروتغال عندها مطشين وديين في فترة التوقف الجارية الراجل طلب الاعتذار عن المباراة الاولى قدام السويد وقال دوني فرصة اخذ راحة وبعدين هنضم للمباراة التانية عارفين طبعا كريستيانو ايمة كبيرة جدا واحد من اعظم لعبي كرة القدم عبر التاريخ وهو هداف المنتخبات التاريخي اكتر واحد في تاريخ القرى الارضية سجل جوال مع منتخب بلاده هو كريستيانو رونالدو اللي رفض الانضمام وميسي غايب برضو عن منتخب الارجنتين في فترة التوقف الجارية لكن ميسي ظروفه مختلفة تعرض لاصابة وهيكون متواجد مع منتخب الارجنتين المتواجد حاليا في امريكا هيلعب مباراتين والديتين مع السلفادور ومع كوستاريكا لكن هيكون خارج القايمة المباراتين بيتلعبوا في امريكا ان شاء الله هنشوفهم في سهرات رمضانية عارفين طبعا فرق التوقيت مباريات منتخب الارجنتين هتكون الساعة اتنين فجرا بتوقيت القاهرة دي كانت نظرة على ابرز النجوم اللي مش هيكونوا متواجدين في فترة التوقف الدولية الجارية ان شاء الله نتمنى ان هي تعدي على خير لاننا عارفين فترات التوقف دي بيكون فيها اصابات ومشاكل كتيرة ان شاء الله ما نشوفهاش في الفترة دي ونستمتع بمباريات دولية كبيرة في غياب الدوريات طبعا اللي كلنا بنتبعها نشكر حضراتكم على المتابعة ونتقابل ان شاء الله في تخطيات جديدة